سؤال بسيط ليه برج الميزان مفهوش رجالة او بمعنى اخر ليه برج الميزان الرجالة اللي فيه مش رجالها او بمعنى اخر برضو ليه برج الميزان فيه رجالة سوالب كتير او رجالة مخانيث كتير او رجالة عاديمين الشخصية شكل كبير يعني رجل برج الميزان هو رجل مخنث رجل خنيث رجل سالب رجل خوال رجل جي رجل يعني ما عندهش كلمة ما عندهش شخصية رجل مراوغ رجل يحب كده المطمطة يحب يمطط المواضيع يحب يمططها يعمل كلمات مطاطية ووعود مطاطية ويوعد ويخلف ليه ليه كل الأسئلة دي ليه الإجابة بمنتهى البساطة لأن برج الميزان يحكمه كوكب مؤنث وهو وبال المريخ كوكب يعني الشجاعة فلذلك الشجاعة عندهم صفر وهبوط الشمس نجم الشخصية لذلك الشخصية عندهم شخصية زبالة ما في الشخصية هم ضعيف الشخصية وعديمي الشخصية مش رجالة يعني ما يقدرش على المواجهة هتلاقي بقى في التعليقات يقولك ايه انت الماصري انت الطعمية بتتكلم ليه على رجالة برج الميزان تعالوا وانا وريك ان احنا رجالة انتو خوالات باختصار انا مش خربتها خلص تاعنا خربها بالمر البرج ده بيطلع منه الخوالات والمخانيث وقليلي الرجولة وعديمي الرجولة وقليلي المرؤة وعديمي المرؤة ممكن فيهم لطف كده لكن اللطف والهدوء والنعومة بلاش نقول النعومة دي يعني ايه اللطافة والزرافة تخبئ وتخبئ وراءها مخنثة وهو شخصية ضعيفة الميزان الميزان هو وبال المريخ يتضرر فيه المريخ فلذلك رجالة بورج الميزان رجالة لا يشد بهم الضار يعني لا يمكن الاعتماد عليهم لا يشد بهم العدد زي ما بيقولهم ما ينفعش تعتمد عليهم رجالة خوالات فلذلك تلاقي الواحدة تروح تتجوز رجل من بورج الميزان تقولك ده خوال طب هم معروفين ان البرج ده بورج الخوالات اجدب يعني تحبين اجدب يعني هي دي الحقيقة ايه فطبعا لو انت واحد من بورج الميزان تسمع الفيديو ده خليك عارف ان رجالة البرج بتاعك دور رجالة خوالات سوالب لا يمكن الاعتماد عليهم سوالب جمع سالب يعني والسالب هو الشخص الجي الذي يتلقى الاختراك يعني هو المفعول فيه وليس الفاعل احنا مش هنقول مازوخي ولكن هنقول سالب او خوال يعني زي ما بيقولوا في المجتمعات العربية وكلمة خوال اه تطلق على الشخص ضعيف الشخصية ده الدول الفرفور فلزلك البرج ده هو برج الفرفيق وبرج المخناثة فنسوانهم نسوان يعني حلوين للرجالة ان هم يحركوهم ويعني اذا نقوله كده ايه يعجنوهم ورجالتهم مفيش رجالة في البرج ده البرج اللي مفهوش رجالة ليه البرج ده مفهوش رجالة لان هو كده هبوط الشمس فلزلك الشمس هي الزات وهي الشخصية وبما ان ده هبوط الشم سيبقى ما مفيش لشخصية ولا زات يطلع منهم حركات النسواء في واحد من برج الميزان رفع قضية على مرته قضية عفش زوجه نسيب كلوتات ونسي البنطلونات والسراويل عندها ورفع على قضية عشان ياخد منها الكلوتات والبنطلونات اللي تمانهم ممكن خمسين دولار ولا حاجة تم تروح تاخدهم من البيت خبط عليها ولا لو سمحت اديني الكلوتات بتاعتي او انت رح اخدهم منها يعني او ابعت حد ياخدهم منها او اتصل على جوال تجي لك لكن هو ضعيف لا يستطيع المواجهة ولا يستطيع اخذ قرار ولا تحمل نتيجة القرار لانه راجل خوال لانه راجل علق علق راجل معلقة لو انت كنت بنت وبتحب الرجالة ضعيفة الشخصية اللي توديه كلمة توديه او كلمة تجيبه فبقاعد يا عندك الرجالة الخوالات دول رجالة برج الميزان رجالة خوالات كلمة توديها وكلمة تجيبه او لو انت واحد من برج الميزان فالبرج بتاعك ده برج الخوالات وعايز تشتم في التعلاقات خش اشتم عندك التعلاقات تشتم فيها براحتك ما علي منك يعني لان برجك ده برج الخوالات لو انت بتتعامل مع واحد من برج الميزان ويحب يراوغ كتير ويلف ويدور ويراوغ ويلف ويدور ويلف 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 فممكن تبعتيلي الفيديو ده قولولي والله في واحد فلكي او يعني على اساس ان انا فلكي يعني المفروض بيقول ان برجك ده برج الخوالات وان البرج بتاعكم ده برج ما فيهوش رجالة وانكم رجالة بتحبوا تمططوا في المواعيد وتمططوا في الكلام وضعيف الشخصية ما عندكمش شخصية ما عندكمش كلمة يعني وفي نفس الوقت ما عندكمش شجاعة ولا قدر على المواجهة ولا قدر على المحاربة تتملصوا تستشيروا غيركم حتى يعني لبس الثوب ما تعرفش تختار ثوب ما تعرفش تختار لون سيارة ما تعرفش تختار حتى الاكل ما تعرفش تختار شامبو ما تعرفش تختار عطر ما تعرفش تختار اي حاجة انت يعني انت عاديم الشخصية انت مخلوق محتاج مخلوق تاني يدير حياتك لانك خيخة لانك خرنك لانك خوال برضو ولان برجك ده برج الخوالات وبرج الفرفير لانك فرفور عارف الفرفور ما حدش عارف يعتمد عليك في حاجة لانك فرفور برضو او البرج بتاعكم ده برج الفرفي فمن هو برج الميزان هو برج هبوط الشمس ووبال المريخ هو برج الرجالة الخوالات باختصار لو كلام مزع عليك اخبط راسك في الحيطة لو كلام مدايئك اخبط راسك في اكبر حيطة عندك لو انت شايف ان الكلام غلط برضو اخبط راسك في الحيطة لو انت قابلت شخص من برج الميزان ومن رجالة برج الميزان ولقيتهم خوالات فاعمل لايك للفيديو لقيتهم مش خوالات اعمل برضو لايك للفيديو لان البرج ده برج ما منوش فائدة في الحياة النسوان هم بس حلوين وبيحطوا روايح وعطور وميكوب وحاجات زي كده وتمشيها شمال وتمشيها يمين كلمة توديها وكلمة تجيبها وما علينا من البرج ده البرج ده ما بيطلعش منه بويات كتير لكن بيطلع منه خوالات كتير يعني كمية استخراج الخوالات فيه اكتر من كمية البويات على عكس برج الحمق بيطلع منه كلهم كلهم ساديين وكلهم بويات رجالتهم ونسوانهم حاجة غريبة